مسلح جماعة أبو سياف المتشدد في الفلبين يعدمون الرهين الكندي جون ريدستيل بعد انقضاء مهلة دفع الفيديا المطلوبة منذ أشهر حسب ما أكده رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو المتشددون كانوا قد اختطفوا قبل سبعة أشهر سائحين كنديين ونرويجي وفلبينية من يخت قرب مدينة دافاو أنا غضب وحزن من الأخبار التي وصلتنا حول مقتل المواطن الكندي جون ريدستيل الذي كان رهينة في الفلبين منذ 21 سبتمبر 2015 على أيدي خطفي كندا تدين دون تحفظ وحشية محتجزية الرهائن وتعتبر هذه الجريمة لا لزوم لها الجماعة أبو سياف كانت قد بثت بعد ستة أسابيع من اختطف الرهائن شريطا مصورا على مواقع التوصل الاجتماعي للرهائن وهم محتجزون في غابة وطالبوا بفدية مليار بيزو أي ما يعادل 21 مليون دولار عن كل رهينة وفي تسجيلات أخرى قالت الجماعة أن جون ريدستيل سيقتل يوم 25 أبريل إذا لم يتم دفع الفدية